أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي قضما في تبني الخطط والمقترحات والتي من شأنها جذب المزين من الاثثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال اجتماع استعرض خطة صندوق مصر السيادي لجذب الاثثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث أكد مدبولي الدورة المهم للصندوق من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة حيث تم تسليط الضوء على الخطط المقترحة لزيادة حجم الاثثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشروعات الخضراء في ظل التحول الأغدر لمصر وتقليل الانبعاثات وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة